تنفيذا للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس برئاسة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون تشريعية والقانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ويأتي استحداث هذا الوسام تقديرا من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للجهود الطيبة للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية والأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جلية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية وما يمثل امتدادا لرعاية الكريمة والدعم السامي من جلالته أيده الله للجهود المتواصلة لكفة الكوادر الوطنية بصفوف الأمامية والجهات المساندة لها التي تميزت بالمثابرة والشجاعة والصبر على الصعاب ضمن الجهود الوطنية الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر